بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم السعيد نهاركم طيب إن شاء الله تكونوا كامل لباس وبصحة جيدة إن شاء الله تكونوا هنيين ومتهنين وين ما كنتوا اليوم جبت لكم كورايات البيسكوي بحشوة لذيذة بذوق مميز أكيد حلوة جزائرية عندنا هنا المقادير نحتاجه 125 جرام مارغارين بحرارة الغرفة عندي 40 جرام نشا عندي 30 جرام سكر مع مغرف فانيليا مغرف صغيرة طبعا سكر عادي تقدروا سكر أرطب كما تحبون ندرت العادي بغيت تجي مقرمشة عندي حبة بيض بيضاء كاملة وعندي البيسكوي بيسكوية البنات مرحي ومحمص مرحي ومحمص يعني رحيته وزيت حمصته هذا هو النوع تعليقاته اللي استعملته يعني قد ما كان لقاته بنين ومبسس قد ما تجي الحلوة تعكم ما شاء الله عندي هنا مغرف صغيرة ما هيش معمره قرفة وعندي فارينة دائما في 125 جرام نحط 20 جرام فارينة ومبعد نشوف تكفيين ومتكفيينيش دائما نقول لكم على حسب حجم الفارينة على حسب نوعية الفارينة حجم البيضة ونحسب نوعية فارينة هنا حطيت المارغارين حطيت القرفة السكر والبيض وراني ندخل فيهم كامل مع بعضهم حتى نحس الزبدة والبيض والسكر هذا كل شي ندامجه مع بعضها نزيد اللوح البيسكوي لمحمص مرحي ومحمص لكي نعطينا الضوء خاص ومبعد نبدأ نضيف النشام ونضيف الفارينة الفارينة هنا على حسب قتلكم نعاود ونكرر كل ما ندير فيديو ما وش مشكل نوعية الفارينة تلعب دور كي تشرب كي لا تشرب وثاني حجم البيضة المهم تتحصلوا على قوام الصابلي وكامل نعرفوا على القوام الصابلي كيف هش يجي هيا نجيب المول اللي راح نستعمل فيها البنات هذا المول هو يتباع في الأسواق كنت استعملت لكم دي جامو دال وعطيت لكم القيس انتاعو الخطالي فاتت هذا كبير هذا راه صغيور عفوا هذا راه فيه تقريبا ربعة سنتيم او صغيور لبكة زيافيتك صغيرة دي جارة نيكيرا نيخدم بها رويبان بلي صغيور نبدأ نهز من العجينة ونحاول نحكم يكون السمك ما يكون شرقيق بزاف وما يكون شخشين هنا الحلوة أراهي ما فيهاش الخميرة البنات ما فيهاش الخميرة ركزوا معي وكي تعودوا تستعملوا في المول حاولوا تبسطوه مليح خاصة القاعدة القاعدة ذاك حاولوا ما تخليوها شخشينة وفي نفس الوقت الحال السمك والله العرض تعالى العجينة بين المول والعجينة ما يكون شخشين باش نديمولي وها من بعد الجينة حبها معدولة ما هي خشينة ما هي رقيقة لا عادت رقيقة رح تتكسرلك حبيبتي واذا عادت تخشينة ما نحب شرقيق سوكتو تعليمول هذا ما نحب شرقيق نبقى بنفس الطريقة حتى نكمل كل الكمية اللي عندي عفوا كما كم تشوفوا ومبعد أثقبوهم دائما كي تستعملوا تعلموا الأثقبوهم وندخلتهم الفوري طيب هنا لبنات شوفوا الكمية اللي استعملتها كامل 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 كمشتوني مقبي قلت لكم تعلق البيسكويت اللي لحت فيها شحال وذركا عندي لبنات عندي هنا 350 غرام بيسكويت رحيتم مع شوية قرفة ورح نحط نحمصه كما شرقوني فلابات 50 غرام وهذا الكمية وش رح ندير بها رح نخدم كما نعرف كينا كريمة اللوتوس أنا مانيش هنستعملكم باللوتوس فهمتوني رح ندلكم بديل الطريقة واللذوق الجزائري المهم من 250 النحي 250 غرام نحتاج فيها زوج مغارف كبار بومبي زبدة ونحتاج نصف كاس سكر عادي والحليب هنا لحسب الدرجة التي نحتاج بها القوام لا إله إلا الله محمد رسول الله كريمة كذبة اللوتوس كما يقولون شبية اللوتوس حطيت كما كما تشاهدون نصف الكاس في المقلاء لكي يضوب لكي يحتاج كرامل من بعد نضيف عليها بعد نضيف مليح لا تقوي نصف النار لكي لا تتحرق لكم ما يجي لنا أبنين اللوح عليها الزوج مغارف بومبي ليس زوج مغارف زبدة ذايبة وهي كريمية زوج مغارف بومبي بعد مذاب السكر تحصل على كرامل مليح لا يوجد محروق لا يوجد ذوب على نار ناقص نضيف على 250 قرام البيسكويت التي حمصت على القرفة فهمتم بعد نرحي هناك ملاحظة إذا عندك أشوار القاعدة تح بلاستيك لا تستعمل لأنه هذا له سخون إما إذا لا لديك أشوار إيناكس أو قزاز أو زجاج قصدي نضيف في البلندر أو الروبو أو البيتخان أو الله فهمت ونبدأ نضيف الحليب الحليب هنا مهم جدا أنه يكون سخون ليس يغلي لكن يكون سخون مهم أنه يكون بارد نبدأ نضيف دريجي ونخلط حتى تحصل على القوام زبدة لوتوس نضيف كريمة لوتوس كريمة جزائري هذه تستعمل بزيادة لبنة وفي نفس الوقت نعمر بها تحبي كمية لتكفي كمية لتكفي المقادير كامل على زوش هنا لدينا كريمة شبيهة لوتوس ومن جهة لدي كوكاو محمص ومرحي بالكشور لا يكون شرقيق بزاف وما يكون شخشين خشين خشين يعني في المعقول ونخلطو مع هذه الكابريز السائلة هنا رأي سخنتها بش تطاوعني في الخدمة ومتتعبني هنا استعملت 120 جرام لتكفي الكوكاو نعم لديكم الكمية هذه فهمتك نبدأ نصف كورية ندير فيها زبدة البيسكوي والكريمة البيسكوي والنصف الثاني ندير فيها الخاليط الكوكاو والكابريز فهمتوني لا تجيش كما هذي كما يقولون لها زبدة لوتوس تقريبا نجي كيفها علاوة عمد أني لدي القرفات فلابات فلابات فكل كما قبل كرحي نحيت 250 لديك كريمة البيسكوي والنصف لديك لديك رمض بها البنات هذي تروني نصف ندير فيها الكريمة البيسكوي والنصف الثاني ندير فيها الخاليط الكابريز والكوكاو هنا على واحدة الكوكاو كنت استعملوا الكابريز وحده والنيستلي وحده والطوفيا وحده تسيح لكم فهمتني لكي تفهم على خطر يحب فوق حب نجي لبنا ذوك البيسكوي الذي يقعد لي ماكي ماشتوني يدد فيه القرفة لكي يعطيني هذه البنا المليحة عندي المعجون معجون لم يخففته بزاف لخطر لم يبغيت لم يبغيت يبلي هذا البيسكوي الذي أصلا أصلا أنني محمصاته وفي نفس الوقت ندير المزهر في المعجون راح كما نقول ما يعطيني الشكل لفيني سيون لاني بغيتها هنا غير خففته عفوا نخلطه برك وبيضي كما تشوف ندير مسحة بالبانسو هنا ما راح تأتي كمية كبيرة وفي نفس الوقت إذا كان سائل راح يتعب ويغبن وهذا البيسكوي الذي رمضه فيه راح يولي لكم كل يتبل من بعد الرمضه ندير مسحة ومن بعد نحط نتيكي تخدمي ديري حبة حطيها في وسط ذك البيسكوي رمضيها والله غطيها بذك واخدمي حبة ثانية كي تحطي حبة ثانية أجبدي الحبة اللولة انفضيها من البيسكوي الزايد وحطيها حتى تكملي كامل الكمية واللي ما حبتش تدير طريقة تعل البيسكوي تقدري حبيبتي اطرم ديه بالكوكاو معجون وطرم ديه بالكوكاو عادي جدا نشي هذا التزيين اللي كنت خدمته راح نزين بالفوق هنا التزيين كما تحبو تحبو تحطو وردة شوكولة تحبو تدير وكيف سنقول ايو هكا هذو كل البردة اللي تباعو واجدين كما تحبو شوف الناس اللي ما تحبش الشوكولة ما تحبش المعسل ما تحبش يعني نحاول النوع لكم في الحلويات ونضير هنا قطرة تعسل والله تعقل يكوز سخون والله كما بغيتو هنا على بلحة تسقسوني كيف اش خدمت التزيين ايا كنتم ما نشح اندير ها بعد قلت نعطي ها لكم عندي لبنات 50 قرام سكر وعندي 25 يعني كل كيل تاع سكر يقابلون نص كيل تاع غلوكاز هنا عندي 50 قرام سكر مع 25 قرام غلوكاز وزيت ضفت عليها مغرف كبيرة تعمى وحطيتها على النار ونحرك ونجد الفقاعات يعني الفقاعات يبدأ فقاعات صغار صغار وبدأ ويزيد صغار ويبدأ ويزيد حتى تلقي فقاعات ولا وكبار وما تحطيها على نار قاوية لحطيها على نار قاوية لا تحصل لش خطر لما صورتها لكم هي تأتي كش غل متطاطية كما لا تحصل حلوة وإذا تحبتها يبسك حلوة تحضرها تزيد قاوية في الطياب وإذا تحبتها مطاطية لا تفوت للحط والتي تحب التاستي تضير باك في الماء والتاستي وتشوف كما تبس لها مطاطية والتي تحب حلوة تكون يبس تزيد لها قاوية في الطياب تحب حلوة كما تشوف حطيت هذه الورد تحب تدير هنتية أحمر تحب تدير أصفر برتقال بنفسجي يكسر قليلا اللون لا تريد أن تدخل في الألوان الغامقة لأن الحلوة ترابي وهذا الوردات بويض يعني يتمشى اللون الترابي مع اللون الأبيض وإذا تريد البرتقال يدير يدير الأحمر يحر ومن الكمية التي قمت هذه كونتيتي وزايدين زوج حبات وهذا نكمل حلوة البيسكويت بحشوة تهبل ونقسمها لكم ترون الضب في الفوم وإذا كل ما ندلكم وصفة قبل ما نضعها لكم كي نجربها أنا ساعات نتخوف من الضوء لازم نذوق شخص لازم كأن عبادة يتاكل وهي اللي تمدلي راها كي تقول لبنين نطلق لكم الوصفة يقولوا لي ما نطلق هاش وللأمانة ما كانش حاجة ذاقوها قالوا لي ما هي شبري شوفوا لي كيف شجي نص ذوق ونص ذوق ويجي يصاب لي هذا كمرمل ويذوب في الفم الله الله كما تشوف جربوها وردوا لي بالخبار شاهد كم في الجنة وراني نسلنا في تطبيقاتكم هود ستاري وحشكم السلام عليكم